مفاجأة حدثت اليوم التلساء 9 ديسمبر 2020 فبعد دخول والد داليا البحيري المهندس محمود البحيري لأحد المستشفيات لمروره بأزمة صحية حادة فوجئ الجميع بأن الفنان أحمد فريد كتب البوست دهوت على الفيسبوك قائلا البقاء لله توفق إلى رحمة الله حبيبي ووالدي الثاني المهندس محمود البحيري ووالد أختي الفنانة داليا البحيري نسألكم الدعاء وبعد شوية بعد دقائق حزف البوست دهوت واليوم السابع حاول الاتصال به فما ردش فحاول اليوم السابع الاتصال بداليا البحيري فردت واحدة من صديقاتها أن هي في حالة سيئة ووالدها ما زال في المستشفى وفي وضع صحي حارج وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة ويطمنها عليه وهو حاليا في المستشفى ولم يتغفق أكدت الفنانة داليا البحيري إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد وكتبت داليا البحيري على الفيسبوك أوكي أنا حبدأ بألف حمد وشكر لك يا رب لأن أنا عارفة ومتأكدة أننا عملنا اللي علينا وزيادة حفظنا وقعدنا في البيت وعقبنا وطهرنا وشجبنا اللي نزل انطلق وتفسح وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى حسن جوزي وحبيبي طلع إجابي كورونا فيروس ربنا يشفيه ويعافيه يا رب وتبع الداليا البحيري إحنا كلنا عملنا مسحات أنا والولاد واللي بيساعدونا في البيت عشان نتطمن لأننا كنا مخالطين لحسن وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بالليل ربنا يجيب العوائب سليمة يا رب وأكمل الداليا البحيري أنا بقول الكلام ده ليه عشان أي حد لازم يعمل كده لازم يقول وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليه هم يعرفوا ويتطمنوا على نفسهم لأن دي أمانة والمرض مش حاجة الواحد يخجل منه بشكر كل اللي تكلم يتطمن على حسن وعلينا وأسفة إن إحنا مش ملاحقين نرد عشان متكاركبين وبنشوف هنعمل إيه دعواتكم لحسن بالشفى العاجل ودعواتكم لنا إننا نكون بخير ألف شكر وربنا يسلمكم جميعا ويحفظكم من كل شر من التساؤلات حول زوج الفنانة داليا البحيري والذي استطاع خطف قلبها في فترة قليلة وإليكم بعض المعلومات عنه هو يدعى حسن سامي وكان متزوجا ولديه أربع أبناء ولد وثلاث فتيات دي الصورة ليه مع أبناءه ولد وثلاث فتيات ابنته الكبرى تدعى حبيبة وهي خريجة الجامعة الأمريكية وتعمل في مجال التصميم بالإضافة إلى عملية كمراسلة في قناة سي بي سي دي حبيبة بنته الكبرى وهنا صور ليه مع عائلته مع أبناءه ثلاث منات وولد حسن سامي رجل أعمال ويعمل في شركة اتصالات مصر ولديه بعض الاستثمارات في مجال العقارات رجل الأعمال حسن سامي وكان يقيم خارج مصر لفترة طويلة فهو دائم السفر نظرا لطبيعة عمله وهو الرئيس التنفيذي للشغون التجارية في شركة النيل للطيران ده أثناء فرحهم ويمتلك شركة خاصة لسيانة السيارات تحمل اسم Protect Me Egypt وكان لديه عدد من المشاريع في مجال العقارات وتجمع علاقة صداقة بداية البحاري منذ نحو خمس أشهر قبل الزواج دي صور من الفرح صور عائلية جميلة الفنانة المصرية داليا البحاري كشفت عن رد فعل ابنتها الوحيدة اسمت فوقها علمها بخبر زواجية حيث قالت اسمت استقبلت قرار زواجي بدهشة كبيرة دي اسمت بعدما كبرت وأصيبت بحالة من التوتر عندما تحدثت معها عن هذا القرار ولكن فورا مقابلة اسمت لزوجي حسن شعرت بالارتياح وأضافت في تصريحات صحفية حسن نجح في كسب ثقة وقلب اسمت وأنه يعاملها قعب وقد شعرت بذلك في أكثر من موقف حدثة قبل زواجنا تحدثت الفنانة داليا البحاري خلال استضافتها في أحد البرامج الإزاعية مؤخرا عن ابنتها المتوفية قائلة وفاة ابنتي خديجة هو المسترسين في حياتي وهو مشهد لا يمكن أن يتم إلغاؤه من زاكرتي هو الأصعب على الإطلاق إيه؟ داليا البحاري ممثلة معروفة طبعا وأضافت أكبر خطأ ارتكبته في حياتي عندما اعتمدت على محاسب لكنه نصب علي وورطني في النهاية وكانت الممثلة داليا البحاري قد أنهك أزمتها مع مصلحة الضرائب بدفع مبلغ وصل قيمته إلى 879 ألف جنيه وبعد دفع داليا البحاري لهذا المبلغ أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي قرارا بانقضاء الدعوة الجنائية المقامة ضدها حسب موقع صحيفة الوطن وحضرت داليا جالسة السابت السادس من أبريل 2019 في قضياتها في المحكمة بصحبة محاميها عشرف عبد العزيز وقدم أوراقا تؤكد التصالح وتزديد الدرائب المقررة ودفع مبلغ 879 ألف جنيه مصري وكانت نيابة التهرب الضريبي أحالت ملف داليا البحاري للمحاكمة وقرت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة عامين وذلك بإخفائها إراداتها الحقيقية عن مصلحة الدرائب لتقدم فيما بعد طلبا للتصالح خلال إجراءات الاستئناف على حكم الحبس ألف مبلوغ انقضاء حكم الحبس من ناحية أخرى شاركت الفنانة داليا البحاري جمهورها بصورة لها برفقة زوجها حبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة عن استجرام ده زوجها الحالي وهو الزوج الثالث ونشوف مين اللي قبله بعد كده داليا البحاري كما نشرت صور لها بجزر المالديف وهي تستمتع بالبح والشمس وأظهرت دبلة الزواج كوية بالبحر في 18 أكتوبر 2018 هنا وهي تستمتع بالبحر والشمس في جزر المالديف سور جميلة ورائعة وذكريات تفضل طول العمر هناك المياه صافية جدا والشجر على البحر على طول مناظر خلابة داليا البحاري مولودة 21 أكتوبر 1970 ممثلة مصرية ولدت في محافظة الغربية في مدينة طنطة في عام 70 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1990 حصلت على لقب ملكة جمال مصر كما حازت على الملكة السابعة وعشرين في مصابقة ملكة جمال العالم والتي أقيمت في لوس أنجلوس في نفس العام وحصلت على بكالوريوس من كلية السياحة والفنادي حيث عملت كمرشدة سياحية ثم قام قدمت برامج على القناة الفضائية المصرية وقعارضت أزياء ونصبت سفيرة للنوايا الحسنة في نوفمبر 2010 وذلك من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية وقد أعربت عن سعادتها باختيارها لهذا المنصب لأنه يعتبر دوراً أساسياً لأي فنان وتزوجت مرتين قبل الزوج الثالث اللي شفناها في الأول المرة الأولى من رجل مصري وعنجبت منه ابنتها خديجة إلا أنها توفيت بعد 8 أشهر وانفصلت عنه والمرة الثانية في أغسطس 2008 من فريد المرشدي وهو ابن المنتجة ناهج فريد شاوي ابنة الفنان فريد شاوي فنانة هدى سلطان لكنهما انفصل بعد زواج استمر خمس السنوات وانجبت منه ابنتها قسمة هنا مع فريد المرشدي الله يرحمه ده في حفل زواجهم ده حفيد فريد شاوي وانا مع بنتها اسمت منه سؤال جميلة ليها معاها ربنا عوضها باسمت بدل خديجة اللي توفيت وهي 8 شهور وتوفيت طلقها فريد المرشدي عام 2014 ومما يذكر أن طلقها كان متزوجا قبلها بالفنانة سوسن بدر هي سوسن بدر اللي هي اللي فوق اللي كان متجوزها قبل داليا البحيري وهنا فيه أعزاء طلقها متأسرة طبعا أهله طبعا طعبانين ومتأسرين جدا نحرف عز شابه الله يرحمه من ناحية أخرى فيه سرية تامة وبعيدا عن الأضواء فجاءت الفنانة داليا البحيري الجميع بخبر زواجيها الثالث من رجل أعمال غير مشهور وذلك في حفل بسيط جمع الأصدقاء والمقررين فقط بفندق الماريوت بالزمالك ده زوجها الثالث رجل أعمال ونشوف معلومات وأصرار عنه وفي عرض الأزياء السنوي للمصامر من مصر هاني البحيري ظهرت أصغر عارضة أزياء مصرية هذه العارضة الساحرة هي اسمة ابنة الفنانة داليا البحيري والتي كانت ضمن الحضور الذين شجعوا ابنتها خلال العرض ودخلت داليا البحيري التمثيل عن ألفين مع ظاهرة دخول للممثلات في مصر وذلك عندما قامت بدور سعاد في فيلم علشان ربنا يحبك للمخرج رأفة ألميه وبدأ ظهور نجاحها مع الفنان هاني رمزي في الفيلم الكوميدي محامي خلع عام 2002 ثم وصلت مشواريها الفني بالتمثيل بالعديد من الأعمال في السينما والتلفزيون وقامت بالعديد من الأدوار المركبة الصعب لو أعجبكم الفيديو ريف تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم هنا ده أثناء العرض التعالي البحيري وابنتها اسمت هي اللي شايلها ومتعلقة